يزداد التضامن الدولي مع فلسطين وتنمو معه حملات المقاطعة لإسرائيل لتعلن شركة ايربي انبي الاشهر عالميا لتأجير أماكن السكن أنها قررت إزالة إعلانات البيوت والغرف والفنادق الموجودة في المستوطنة الإسرائيلية في الضفة الغربية لمخالفتها القانون الدولي قرار الشركة هذا جاء استجابة لمطالب حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وجماعات حقوقية الذين حثوها على إزالة الإعلانات كما قالت إنها تنوي تخفيض عملياتها في الأراضي المحتلة عام 1967 لكن الموقع لم يفصح متى يتوقع إزالة إعلانات أماكن السكن المدرجة على منصته والموجودة في المستوطنات الإسرائيلية والتي يقدر عددها بنحو 200 عقار وكان الموقع قد تعرض لانتقادات كثيرة خلال العامين الماضيين لترويجه للمستوطنات في الضفة الغربية فهذا القرار قوبل بترحيب واسع فلسطينيا ومن المنظمات الحقوقية اندمام شركة Airbnb إلى حملة المقاطعة جوبها بحرب جديدة أطلقها الاحتلال فوصف القرار وزير السياحة الاحتلالي ياريف ليفن بأنه استسلام بائس للمقاطعين في حين زعم ما يسمى بوزير الشؤون الاستراتيجية جلعد أردن أن القرار معادل للسامية وسط دعوات لمنع الشركة من العمل في إسرائيل وسيد صبيح تلفزيون فلسطين